شيء عدم الكلام عنه عمل أثر سلبي جدا 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 على أولادنا وخاصة في تربيتهم وبقى الأهالي مش عارفين يبقى عندهم مصدر للقيم يتعاملوا فيه مع أولادكم فالمصدر ده مش هنكون المصدر ده مصدر القيم ده غير رسول الله فسيحنا كتير من أولادنا بيشوفوا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم مجرد شخصية تاريخية عظيمة يعني رجل عظيم وسعاد بيشوفوه على فكرة قائد لجيش قدر يهزم الناس فكتير منهم ما بيحسوش أن حضرة النبي عايش معاه وأنه نبي أتى برسالة ومشي سعاد بيشوفوه كده فأولادنا بيفقدوا معنى السند المحمدي ويفقدوا معنى أن الرسول الله سند ويفقدوا أولادنا مصدر النور في حياته ومصدر القيم فلما نيجي نكلمهم عن منظومة القيم بنفضل نكلمهم عن القيم فمن يقدرش نكلمهم عن القيم باعتبارها عندها مصدر مقدس جاءها من عند الوحي من عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن طول الوقت في التدين الكامل اللي حصل وعيشنا معاه ده كله الوقت اللي فات ده كله دايما كانوا بيتكلموا على حضرة النبي مش بيتكلموا على حضرة النبي نموذج الإنسان الكامل اللي ممكن يعيش معانا في كل أحوان يعيش مع ابننا وهو في المدرسة يعيش معاه كمان ابننا وهو في الشارع يعيش معاه ابننا حتى لو في لحظات التنمر يعيش معاه ابننا حتى في لحظات زعله من مامته لما بتكلمه وبيحس أنه هي بتحاول بقدر الإمكان أنه يتمنعه من أنه يعيش حياته بشكل معتدل الحقيقة إحنا لم نستطع في الفترة الأخيرة في المائة السنة الأخيرة أن احنا نخلي أولادنا قريبين من حضرة النبي أنا دي حقيقة أنا لازم أكلمكم عنها وإحنا بنتكلم عن حضرته إيه السبب في ده اللي أنا قلت لحضرتكم الطريقة التي عرفنا أولادنا بيها مش هقولك بلاش تعبير لو سمعتم الطريقة التي قدمنا رسول الله مش اقتراح رسول الله حياة ما ينفعش وإحنا بنتكلم عن حضرت النبي يقول الطريقة التي قدمنا بيها رسول الله لأولادنا لا رسول الله مش اقتراح رسول الله حياة وعشان إحنا ما قدرناش نقدم لأولادنا رسول الله على أنه حياة أولادنا معرفوش ما قدرناش نربي أولادنا على حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والحياة معاه إزاي بقى أن نربي أولادنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش معاه أول حاجة لازم نعرفه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنتوا عارفين اللي أنا بقوله ده مش هتخلي ابني وهو مع أخوه المسيحي يجي يسألني هو أن ينفع ألعب معه ولا لا لكن احنا ما ربناهوش على كده لما أقوله أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل العواني رحمة للمؤمنين ورحمة لكل المخلوقات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة لكل المخلوقات لما أقولهم قصة شق الصدر يعني وأقولهم أن رسول الله عليه وسلم أخرج حظه الشيطان من رحمته يعني إيه؟ يعني رسول الله كان رحمة للكل فلما شق صدره أخرج حظ الشيطان من رحمته لأنه كان ممكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا أعانه على دعوة قرينه فأسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يذهب برحمته وربنا قضى بأن إبليس رجيم مطرود من رحمة لما علم أولادي أن حضرة النبي رحيم بكل العوالم وأن كل العوالم بتدوب حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل عالم جاء منه رسول لحضرة النبي عشان يبير له حبه فجاء الجزة يحن لحضرة النبي وجاءت السماء والغمامة تسير فوق حضرة النبي عشان تظلله والحصى من الجماعة وجبل أحد والشجر يرقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد جبله يحبنا وأنه يحبه والضب والظبي وكل ده فلما ابننا يفهم أنه بيتعامل مع حد كل حاجة بتحبه مش ماقول أبدا حد هيوصله أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاسي ولا كان بيحاول يسفك الدماء مش هيصدق ده وهيبقى عنده سند حتى لو زعل من بابا ومامته عنده حضرة النبي سند ليه لازم نربيهم على حقيقة الصلة بينه وبين حضرة النبي نربيهم على أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه وبيحبه أكتر من نفسه وأكتر من أبوه أمه ما تخافوش أن أولادكم يحسوا أن في حد بيحبهم أكتر منكم عارفين لما بتخلوا أولادكم ملككم أولادكم ساعة ما بيزعلوا منكم بيحسوا أنهم ضيعين لكن لما يسمع قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيفهم أن حضرة النبي بيحبه أكتر منكم أنتم الاثنين وأكتر من نفسه يبقى لوحد فينا ممكن يخفل بس حضرة النبي كمان ما يخفلش عنه لما ابننا يعرف أن حضرة النبي ما بيخفلش عنه فيفعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أعمالكم معروضة عليها فما وجدت فيها من خير حمدت الله وما وجدت فيها من غير ذلك استغفرت الله لما يعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا آسف يعني بيعمل إيه بيزيل كل المساوي عشان هو يعيش بالبركة وبالنعمة ويعيش في حب الله ويعرف أن من محبته دينا صلى الله عليه وسلم أنه ادخل لأمته دعوة مستجابة يوم القيام فقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ويريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة يعني بدل ما بنكلم الناس عن نكلم أولادنا الصغيرين عن أهوال يوم القيامة نكلمهم عن شفاعة رسول الله يوم القيامة وعن الدعوة المستجابة لحضرة النبي يوم القيامة تعالوا لربيهم أن حضرة النبي من زمان مشتاء إليهم ودلوقتي مشتاء إليهم وشوء واصل إليهم لما حضرت النبي قال اشتقتوا لإخواني فقالوا له الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني قوم أمانوا بي ولم يروني فالشوء ممكن بيكون مش ممكن يكون أنه عن حب ومعرفة ومودة ورؤية فكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنا أحبكم وأنا أعرفكم وأنا أراكم ودليل على ذلك أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه حضرة صلى الله عليه وسلم قال قوم أمانوا بي ولم يروني ولم يقل ولم أراهم نعرفهم من الصلاة بينهم ومن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة فعلاقة حضرة النبي بيهم في الدنيا إيه اللي حاصل ما بتنتيش بانتقال حضرة النبي إلى الحياة البرزخية فقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا ورد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام عليه يعرف أنه لما يسلم على حضرة النبي لم يكون في ديء ساعتها عنا أفهمه إجرائيا إزاي حضرة النبي بقى معاه في حياته لما راجل قال لحضرة النبي أجعل لك صلاتي كلها قال إذن كفيت همك ووقيت فابني يعرف إزاي يخرج من الهم بالصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نعلم من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناش وحدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير فيسمع كلام حضرة النبي ما من خير إلا ودلالتكم عليه فيعرف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرشده وكان بيهديه إلى سواء السبيل فحضرته كمان هو دليلنا ولذلك علمنا أن الله أرحم علينا من الأم بوالدها فسيدنا عمر بن الخطاب قال قدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا بمرأة من السبي تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شوف في التقاط المشهد أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق فقال يا عائشة أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطى على ما سواه وعلمنا أن الله جميل أن يحب الجمال علمنا العبودية لله سبحانه وتعالى أفلا أكونوا عبدا شكورا فكل ده ينفي عن أولادنا حاجة مهمة جدا اتربى الأولاد عليهم وهو ده اللي خلق بينهم وبين الله نفور لأنهم ما عرفوش الله من عن طريق حضرة النبي فتربوا كثير من أولادنا على وهم الإله المتربص فطلع بقى كثير من أولادنا حتى وهم صغيرين هو ربنا بيعمل معنا كده ليه لكن لو تربوا على حنان ربنا وحب ربنا عن طريق الرحمة المهدى ما كانش كيف وصلنا لده حضرة النبي علمنا إزاي نعيش مع الناس نقول لأولادنا كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الحب يسري في قلب كل من يتعامل معه فكان لا يرى إلا متبسما سيدنا أنس بن مالك يقول كان إذا لقيه أحد أحد من الصحاب فقام قام معه صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه يفضل لما يجي حد يكون معه ويمشي يوصله وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده يعني سلم إليه ومسك إديه ناوله إياه اديه إديه فلم ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه يا سلام على جمال حضرة النبي وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياه يعني أعد يتكلم ثم لم ينزع حتى يكون الرجل هو الذي ينزعه عنه إيه جمال ده لما أولادنا يتعلموا ده يتعلموا أن بنت صغيرة من فتيات المدينة صغيرة أخذت بيدي رسول الله ثم طافت به في المدينة لحد ما ثابت إيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لها حضرة النبي هل رضيتي يعني خلاص كده مبسوطة تقول له رضيت وشوف كده عندما الطفل الصغير يقول له يا أبا عمير ولد من ربي عصفور كده فحضرة النبي يشقر عليه ويتطمن عليه لغاية ما مات العصفور فيقول له يا أبا عمير ما فعلن نغير فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا علمنا أنماط من الحب عجيبة كان يهتم بأدق تفاصيل أصحابه لما علم أولادي أن حضرة النبي من شدة حبه لأصحابه أنه كان عارف صوت نعلى أصحابه فبيقول لي سيدنا بلال ماذا تفعل يا بلال فقد سمعت خشخشة عليك في الجن فرسول الله عارف نعلى أصحابه ويقول محدش ده أبا أصحابي خلوا بيني وبين أصحابي فلما لقي ابني وحبيبي متعلق بأصحابه ما بتديش أشوه له أصحابه عشان نحافظ عليه حتى مع المخطئين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا مش محتاجين نكلم أولادنا عن مين كان بيتكلم على القبول عن قبول الآخر نعلمهم بس حضرة النبي كان بيقول إيه على الشخص اللي جاي مجلود في الخمر فييجي واحد يقول ما زالت نفسه تتقلب وعلي حتى يأتي فيجلت كالكلب فيقول له اتق الله فإنه ما زال يحب الله ورسول فلا تكون عونا للشيطان على أخيك ده خد بقفة منع للتنمر قبول العاصي كلام كتير حلو ممكن نربي أولادنا عليه إزاي بقى نحيا الحياة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الأمل وحب الحياة فعلمنا إن اللي بيعيش الحياة لا يطلب النهاية لها أبدا بل يطلب الحياة الجديدة دائما وأبدا فقال عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها حضرة النبي علمنا إن الإنسان القوي مش اللي بيصارع ولكن الإنسان القوي هو اللي عنده رسوخ في الحياة علموا أولادكم كل ده وتعالوا أقول لكم شوية حاجات كده بسرعة تتمشي في الإطار ده وإحنا نبتدي بعد كده إن احنا نتكلم عن ده كتير لقينوا أولادكم إن حسن الأخلاق ده هو أكتر حاجة ممكن تخليهم عايشين براحة في الحياة وكمان أقول لهم كمان إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحب اللي بيصلى عليه عشان بيبقى معاه علموا أولادكم إن هم يعودوا من حضرة النبي كتير علموا أولادكم كمان إن حضرة النبي بيقعد جنبه الشخص المؤدب تعلموا أولادكم إن الأدب يخليهم جنب حضرة النبي